بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا في شهر رمضان تعلمنا الأخلاق العالية إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وإن امرؤ سابه أو خاصمه فليقل إني صائم ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا الأخلاق العالية إذا رأيت إنسان في الطريق فاطر يعني بيفطر لظروف معينة لابد أن تقول يعني ربما يكون عنده عزره لكن بعض الناس يقول له لا أنت مش صائم فأنت كافر الله طيب يا أخي يمكن أنا ليه ظروف معينة لا هو كده هو قرأ كده ولذلك وجدنا بعض الناس ينشر ثقافة التكفير بسبب المعاصي التي أراها بين الناس لأنه يظن أن المعصية تكفر العبد هذه الثقافة خطيرة جدا لو أننا نشرنا ثقافة السب واللعن والتكفير في المجتمع ولم نتعلم ثقافة التسامح لصار المجتمع على يعني بركان من نار لابد أن نعلم أن التكفير هو قتل وده اللي بيحصل في المجتمعات النهاردة ثقافة التكفير لم تقتصر على البعض في بلادنا بل في كثير من البلاد الإسلامية ودي من أخطر الأمراض التي أصابت الأمة الإسلامية لأنك أنت لما تكفر واحد يا سيدي معناها بتقتله قتل معنوي قتل معنوي قضيت عليه في المجتمع طيب ده مش كده قتل معنوي فقط وبتقتله قتل مادة كمان إزاي بتقتله قتل مادة؟ أخلاص ما انت حكمت عليه بالتكفير من أجل معصية رأيتها فيه رأيت أنه لا يصوم رأيت أنه لا يزكي رأيت أنه لا يصلي أحيانا بدل ما تأتي إليه وتقول له الصلاة وفيها نور وفيها كذا وتتحدث معنا أو بالكلمة الطيبة تقول أنت كافر الفرق بيننا وبينهم الصلاة الفرق بين المسلم والكافر الصلاة طب بس في ضوابط لهذه الأشياء أنا أعلم غيرتك على دينك لكن اعلم أني الذي أنزل إليك الدين هو أرحم الراحمين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم القتل المادي بعد القتل المعنوي لمن تكفره من إخوانك من المسلمين أنه لو قلت ذلك وصدقك الناس في هذا سيعزل الإنسان هذا من المجتمع تماما زلت لا تقترب منه أولاد لا يقتربون منه أهل لا يقتربون منه إذا مات لا يصلى عليه إذا مات لا يكفن في ثياب المسلمين إذا مات لا يقبر في مقابر المسلمين إذا مات لا يورث بل هو لا يرث حتى إن كان حيا لا يرث من أبيه وأمه ما سبب ذلك؟ قضية التكفير أو قذيفة التكفير التي أطلقتها عليه من هنا كان التكفير قتلا معنويا وقتلا ماديا من أجل ذلك حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا قال أحدكم لأخيه يا كافر وطبعا لم تكن فيه فقد باء بها أحدهما باء بها أحدهما لا تتصرع يا سيده في التكفير التكفير له ضوابط لا يعرفها إلا من يحكمون على هذه الضوابط ولهم الصفات المتخصصة في ذلك ومن هنا ابتليا المجتمع الإسلامي بأنه لما انتشرت فيه قضية التكفير انتشرت فيه التفجير قضيات انتشرت فيه عوامل التفجير التفجير والتكفير وجهان لعملة واحدة إذا ما وجد التكفير وجد التفجير وما وجدنا زلزالا للأمن في المجتمع إلا ممن يكفرون المجتمع هؤلاء يجب عليهم أن يأخذوا أخذ عزيز مقتدر من الناس والله تبارك وتعالى هو المقتدر الكبير المتعال سيأخذهم يوم القيامة فقد باء بها أحدهما التكفير خطير في المجتمع يا سادة قال الإمام الغزالي الخطأ في ترك تكفير ألف كافر أهوا من الخطأ في تكفير مسلم هذه الثقافة هي التي يجب أن نعيها تماما فنترك ثقافة التكفير والتدمير والتفجير ونقبل على ثقافة السلم التي أمرنا بها المولى ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة